بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم الصف الرابع الأساسي المادة اللغة العربية الوحدة بعنوان حسن التصرف ودرسنا هو بعنوان أسماء الإشارة إعداد المعلمة جمانة طاها أسماء الإشارة تأمل عزيزي الطالب ستظهر أمامنا في الصفحة القادمة مجموعة من الأمثلة تأملها جيدا معي رقم واحد هذا طالب متميز انظر إلى الصورة المقابلة للجملة هذا هذا رقم اثنان هذه فتاة جميلة هذه هذه هاذان الولدان نظفا الصفة هاذان هاذان أربعة هاتان البنتان نجحتا في الامتحان هاتان هاتان هؤلاء الرجال هم الذين صنعوا السيارة ونقول هؤلاء الطالبات جهزنا الصفة لاستقبال الدرس هؤلاء انظر وتأمل جيدا الكلمات المكتوبة باللون الأحمر هذه تسمى أسماء الإشارة لكن لماذا سميت أسماء إشارة ولماذا تستخدم يا ترى تابع معي إذا نظرت معي في الجمل في الكلمات المكتوبة باللون الأحمر طالب أحسنت هي للمفرد المذكر فتاة أيضا للمفرد المؤنث حسب الصورة ولدان مثنى مذكر وبنتان مثنى مؤنث أما رجال فهي جمع ذكور وطالبات جمع مؤنث تدل على الجمع أو لفظة تدل على الجمع هنا استخدمنا لها هؤلاء هؤلاء تابع معي إلى بقية التمارين أو الصور انظر إلى الصورة هذا انظر ما هو مكتوب تحت الصورة حسنتم للمفرد المذكر القريب يعني اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر القريب ما معنى القريب؟ هناك بعض أسماء الإشارة تستخدم للإشارة للقريب وبعض أسماء الإشارة تستخدم للإشارة إلى الشخص البعيد الإشارة بمعنى أن نشير إلى شخص معين أن نشير إلى شخص معين بإصبعنا انظر جيدا إلى الرسمة تابع معي هذه أحسنتم للمفرد المؤنث القريب ممتاز للبنت المؤنثة البنت والمفردة المفردة الشخص الواحد والقريبة ممتاز هذاني هذاني آها للمثنى المذكر القريب للمثنى المذكر القريب تابع معي هذاني هذاني تستخدم للمثنى المؤنث القريب للمثنى المؤنث القريب تابع معي عزيز الطالب هؤلاء هؤلاء لمن؟ لجماعة الذكور والإناث القريبين أي اللفطة الجماعة لفظة الجمع الذي تدل على المذكر وتدل على المؤنث نستخدم كلمة هؤلاء تابع معي في كلمة هذا كيف تكتب الكلمة وهذه وهذاني وهؤلاء كتبت كل هذه الكلمات بوجود ألف ملفوظة لكنها غير مكتوبة لاحظ معي أسماء الإشارة هذا وهذه وهذاني وهؤلاء فيها ألف تلفظ أي ألفظها وأسمعها لكن لا أكتبها أحسنتم تابع معي عزيز الطالب الصفحة التي تليها لنستنتج سويا القاعدة قاعدة أسماء الإشارة تقول هي كلمات تدل على معرفة تدل على معرفة وتعامل معاملة الأسماء ما معنى تعامل معاملة الأسماء؟ أي منها مذكر ومنها مؤنث ممتاز منها مذكر ومنها مؤنث وأيضا تدل على المفرد والمثنى والجمع تدل على المفرد والمثنى والجمع ممتاز لذلك عملت معاملة الأسماء وسميت بالأسماء لأنها تشير إلى شخص معين تشير إلى شخص معين تحديدا القريب تحديدا القريب ممتاز تابع معي هذا يستخدم للمفرد المذكر القريب هذا ولد مجتهد ممتاز هذه اسم إشارة يستخدم للمفرد المؤنث القريب هذه بنت مجتهدة هذان تستخدم للمذكر المثنى القريبان هذان ولدان مجتهدان هاتان هاتان تستخدم للمثنى المؤنث القريبان للمثنى المؤنث القريب هاتان بنتان مجتهدتان تابع معي هؤلاء هؤلاء تستخدم لجمع المذكر وجمع المؤنث القريب نقول هؤلاء رجال مخلصون وهؤلاء نساء مخلصات أحسنتم تابع معي أسماء الإشارة هذا وهذه هذان وهاتان هؤلاء للقريب للقريب تابع معي عزيز الطالب ولنبدأ معا بحل تمارين صفحة 56 تابع معي السؤال الأول أو التمرين الأول وبدأنا اختر الإجابة المناسبة مما بين القوسين وضعها في الفراغ في كل جملة مما يلي أو في الجملة المقابلة لها أمامنا ما يقارب الخمس جمال خمس جمال وأمام كل جملة اسمين من أسماء الإشارة عليك أن تختار الأصح فيهما مثلا نقول فراغ علماء مشهورون علماء لفظة تدل على الجمع أيهما أصح أن نقول هؤلاء علماء مشهورون أم هذا علماء مشهورون أحسنتم هؤلاء علماء مشهورون إذن اخترنا اسم الإشارة للقريب الذي يدل على الجمع هؤلاء تابع معي فراغ مكتبتاني منظمتاني ما الخيار الأصح فيهما أن أقول هذاني مكتبتاني منظمتاني أم هاتاني مكتبتاني منظمتان أحسنتم هاتاني مكتبتاني منظمتان جيم بيت واسع أيهما أصح أن أقول هذا بيت واسع أم هذا هذه بيت واسع من الأصح هذا بيت واسع أحسنتم دال هذاني ملعباني واسعاني أحسنتم هذاني جيم أو ها وردة جميلة وردة لفظة مؤنثة تدل على المفرد أيهما أصح أن أقول هاتاني وردة جميلة أم هذه وردة جميلة أحسنتم هذه وردة جميلة رائعين تابع معي التمرين الثاني أمامنا مجموعة من الصور المعروضة صورة تدل بالبداية على نافذة وأخرى تدل على الجنود وأخرى تدل على حمامتان أسدان وصياد أما الكلمات الموجودة بين القوسين التي يجب أن نملأ بها الفراغ تحت كل صورة هي هذاني هؤلاء هاتاني هذه وهذا تابع معي نافذة جنود حمامتان ماذا أقول؟ أحسنتم هذه نافذة وهؤلاء جنود وهاتاني حمامتان تابع معي أسدان وصياد نقول هذاني أسداني وهذا صياد ممتاز رائعين ننتقل الآن إلى التمرين الثالث معا صل العبارة بما يتمم معناها على نمط المثال عمية المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فعالقنا فيها هل تذكر حرف الفاء هذا؟ حرف الفاء حرف عطف يدل على السرعة أحسنتم عمية المطوقة وصاحباتها عن الشبكة فعالقنا فيها تمام تابع معي شاركت الطالبات في دورة رياضية فماذا حدث؟ أحسنتم تأهلنا للمباراة النهائية فتأهلنا للمباراة النهائية تمام عملت أو علمت الأمهات عفوا باستشهاد أبنائهن علمت الأمهات باستشهاد أبنائهن ماذا فعلن؟ فقررنا إجراء العملية الجراحية أم فاحتسبنا الأجر على الله تعالى حسنتم فاحتسبنا الأجر إلى الله تعالى اجتمعت الطبيبات حول المريض أهى فقررنا إجراء العملية الجراحية ممتاز رائعين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في درس جديد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر